أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب ديوف ونجومنا للكبار ديوف إيدانا اللي ديف عليهم يعني النجم الكبير كابتن علق مايوكزي أهلاً بك أسلام حبيبي أسلام قدار النجم الكبير كابتن قصام عربي مشرف منه أهلاً بك أسلام النجم الكبير كابتن عدام أهلاً كابتن أسلام على سنا أهلاً بيك نهارداً لابسين قمصانهم ما قالوا ليش على فكرة لو كانوا قالوا لي كنت أطلع تلبس عادي احنا يعني كلنا سن واحد صح لا انا كبير انت صغير انت طلعت فينا انا وعلى سن وانتو الاثنين سن انا وانا زي كابتن لا انت اصغر اصغر بشعرين ايوة صح شعرين تلاتة فعلا خليني ابدأ مع حضراتكم خليني ابدأ مع حضراتكم بالكلام مهم جدا فيما يخص اننا كلنا نتكلم فيما بين عن الرخص رخص لانه ده موضوع يخص كل المدربين المصريين لان عرفوا ان حضراتكم معاكم الرخصة ايه مظبوط ولكن البروفيشنال حضراتكم خدتوا يعني خدت الرخصة ايه امتا يا كابتن اسامة كان الكابتن شاطة هو في اتحاد الافريقي طبعا وليه فضل كبير قوي انه كان بينسق مع الاتحاد المصري على موضوع الرخص صراحة يعني كان عامل جود على فكرة احتمال كبير بمناسبة لكابتن شاطة ينضم الى دكتور جمال محمد علي في موضوع ادارة المدربين خلال الفترة القادمة بتاع تحديدا علشان خطر موضوع لا دي حقيقي للرخص يعني هو ليه نشاط كبير جدا وسبب رئيسي في انه ناس كتير جدا في الفترة اللي هو كان ماسك فيها خدوا الرخص اللي هي السي والبي وطبعا احنا الثلاثة واخدين اللي هي الايه لكن هي بس لسه البرو دي اللي مع الاتحاد الفريخي مع الاتحاد المصري مع يعني او اتحاد المصري ما عملهاش يعني من 2016 كابتن عادل وحتى الان او اخر 2016 اول 2017 وحتى الان لم يتم عمل مرة واحدة ان انت تاخد رخصة ولا اي ولا بي ولا سي ولا دي ولا بروفيشنل حتى نال برو يعني كانت سنة 16 او 17 بالاخص كنت انا ماسك ساعتها الشباب السعودي وهلعب دور ابطال اسيا فقالوا لي الايه لازم يكون معاك ايه فلما ادتهم الايه في اسيا قالوا لا احنا مش معترفين بها في افراقيا الايه بتاعت افراقيا بتاعت افراقيا فاتعمل لي معادلة وقعدت جوه الملعب لو سمحت يا شباب بعد بإذن حضراتكم الجملة دي بتاعت الكابتن عادل لان دي جملة مهمة جدا وانا وتناقشت فيها مع بعض من اعضاء مجلس قدرة الاتحاد المصري لكرة القدر فيما يخص هذا الامر لانه مهم جدا الكلام اللي الكابتن عادل بيقوله ان رخصة ايه غير متداول او غير معترف بها في اسيا وان يجب ان انت يكون فيه معادلة علشان تبقى ماسك حاجة في اسيا بس اعتقد اسلام مش كل الدول مش كل الدول انت بشتعمل معادلة هو اولا دلوقتي الاتحاد السعودي خد قرار والاتحاد الاماراتي خد قرار ان البرو وهو اللي يتعمل والبرو دي ما عملهاش ايه هيتعمل لها المعادلة لا انا بكلمك كان في الاول ابطال اسيا او ابطال افريقيا كان بيعتمدوا على ال ايه بس قبل ما يعتمدوا على البرو دلوقتي البرو دلوقتي البرو كمان كانت ال ايه فيها شك شوية الافريقية حتى تعمل لمعادلة ساعتها ودربت وقعدت جوه الملعب فيه مدربين كتير او قعدوا في المدرك زي ما بنشوف علي ماهر وسامي الجابر كان في الهلال السعودي ايه صح الوقت ده وحصلت ازمة كبيرة كنت انا وسامي انا مسك الشباب وسامي مسك الهلال ووسامي قعد في المدرك لاني ما كانش لسه عمل الايه كان لسه انبطل شوي انا كنت عملت الايه ولكن الايه الافريقية احيانا ما بيعتمدوش عليها كان الاول يقولك علشان كانت فيه 240 ساعة ومش 240 ساعة حاجة التانية اللي كانت ان وسامي قاله كانت انشطة يشكر طبعا وكانت انشطة عمل مجهود كبير وكمان الدكتور محمود ساعد لازم يحضر طبعا دكتور محمود ساعد كان اهمه اقولك حاجة كان ههمه هو هو كابتن شط على المدربين لولا الاتنين دول ما كانش فيه مدرب مصري دلوقتي لانه قول به حتى في السعودية بقت الايه تعرف يا كابتن علاء خد بقى المهمة الاصعب انه تم تحديد عدد مدربين للرخصة سي ودي كل واحدة فيهم السي تلاتين والدي تلاتين يعني ستين ستين وايه وبي عشرين وعشرين يبقى دي كده مية والبرو عشرين يبقى دي مية وعشرين تخيل انت بعد ست سنين ولا خمس سنين متوقف عن عمل الرخص الرخص خلال الاتحاد المصري لكرة القدم تخيل انت بعد كل هذه السنين هتقدر تختار مية وعشرين واحد فقط انا وجهة نظري انا معدتهمش ومعرفش قد ايه ولا اعرف بس انا بقول من تمانية لعشر تلاف مدرب لان قطاعات الناشئين ده على الال يا اسلام انا فكر الرقم يطوله ده على الال العدد كبير جدا لما تحصره في العدد الضعيف اول اللي هو مية ده مية وعشرين بالزبط هو الالك تكلم دي حاجة صعبة جدا جدا لكن انا عايز اقوله ان احنا يمكن هي عشان فترتنا كان دكتور محمود سعد يعني الراجل من طبعا يشكر من الزوق واحترام وحب وهو بيحب مدربين جدا كان هو اللي بيكلمنا يا اسلام تعالوا عشان الرخصة ايه هو اللي كان بيخليك تروح تعمل الرخص يعني هو راجل طبعا شخصية جميلة جدا يا اسلام تأكيد عملت معه وكلمت معه وراجل بيحب شغله بطريقة مش طبيعية بيحب يدي علم اللي عنده لكل الناس مش بيحتفظ بحاجة لوحده عايز كل المدربين تأخذ الرخص وعايزهم في أعلى المراحل دي فديتنا احنا يا اسلام يعني احنا بجينا محظوظ عشان الرقم المخيف اللي انت قلت الوقتي انت بتقول رقم مخيف فعلا يعني هتخل العدد المهول ده في المدربين كلهم هيوصل ل120 مدربة معه دلوصلوا الالف معنا كلام الحاج بتقوله دلو اكتر من عشرة تلاف فعلا ايوة ايوة اسلام لانك انت كل سنة فيه كم كم مدرب بيدخل وفيه لازل بعدين اصنية انا برضو فيه نقطة بس او سؤال هيقسمها ازاي ايقسم ازاي انت فهمني عدم هو على حسب بمناسبة الساعات هو على حسب الساعات المعتمدة يعني غير الاول الاول كانت ايام ايام صح دلوقتي لا دلوقتي عدد ساعات يعني لازم هتعمل مثلا يعني خمسين ساعة عارف الاسلام ده كان الاختلاف الاختلاف اللي جاني بقولك مش واعترف بايه عشان كان هما عايزين عدد ساعات معينة احنا كنا بناخدها 240 ساعة ايو انت كنت تدخدها بحوالي كنا بناخدها في خلال اسبوعين او حاجة عادة احنا عملناها في 24 يوم بزبط 240 ساعة لكن الاتحاد الاسيوي كان بيقولك احنا محتاجين وللأسف فيه مدرب مصري مش اقول على اسمه كان السببب في الموضوع ده شكك فيه الايه بتاعت مصر لانه بتاعت افريق كان عايز اشتغل كان عايز ياخد دراسات لانه عملوها خمس ايام وعملوها 24 يوم عملوا الناس خمس ايام الناس الكبار الكابتن انور وكابتن حلمي وكابتن حسن والناس دي عملت لهم خمس ايام فالمدرب ده كان عايز يخش معهم مرضوش يدخلوا معهم فبعت شكوى خابت فيهم خابت فيهم وقال لك اني 240 بس دلوقت يا كابتن معنا كده انها رجعت لعدد الساعات عدد ساعات بقت رسمة يا اسلام عدد ساعات رسمة خلص هم هعمموها بس هو المشكلة يعني او بي و سي وده وبروفيشنال هو كل قلقة المشكلة اللي احنا نتكلم فيها العدد دي تنخش وقال عشرين وقال كده النهاردة على فكرة بعد ما نخلص على صفحة الاتحاد فيديو بتاع دكتور جمال محمد علي هو على صفحة الاتحاد موجود هو نفسه اللي قال هذا الكلام المشكلة اسلام ان فيه مدربين كتير في مصر شغلهم بقالوا كتير جد يعني العلم اللي عندهم اكتر من ايه والبروفيشنال حتى لما زي عادل ما بيقول لك لما جينا ناخد الايه كان كابتن كبار قوي بقالهم 30-40 سنة بتدربوا زي كابتن بورجيلا انا حضرت كان الكابتن بورجيلا كان الكابتن حاسامي كبير يعني ناس كبيرة كبيرة جدا كنا حوالي 35 واحد فالتأخير دوت انت شكلا انه تقال انت معاكش الرخصة مثلا لكن انت شغلك الفعلي بقالك 20 ولا 25 30 سنة في التدريب طبعا في تقصير احمد فوزي احمد اتحاد كرة القدم بيلزم دلوقتي المدربين او المدرب بقى المدير الفني لرخصة المدرب المساعد لرخصة المدرب الثالث له رخصة فهو كان مفروض سي فقال لي احنا بقالي من 2016 ما قدم عليها الغير لوقتي ما خطهاش بس سألت تحدي في الاتحاد قال لي حنرجع العمل بهذا القانون للموسم 2016 هو الاستضامة بيحصل لما الناس بتيجي تسافر دول في الخليج دلوقتي كمان هيتنظم هنا يعني السعودية اخيرا دور السعودية اخيرا الدور الممتاز لازم البرو لازم الدور يلو اللي هو الدرجة التانية هنا عندنا لازم بعد كده التالتة اللي هو البي او القطاعات النشئين البي وكده لكن الدور يلو اللي هو الدور الممتاز لازم يكون البرو تعرف قطاعات النشئين في السعودية في الاندال الكبيرة اللي هي بتلعب الدور الممتاز برو ملي ياخدش البرو كمان لا البرو دلوقتي يقول لك لانه في السعودية في الوقت الحالي بيعدوا مدربينهم على انهم ياخدوا القلب فيه بقى مفاجأة كبيرة ايام ما كنا احنا بناخد الدراسات ديت سي والبي والإيه في اربع خمسة ايام ادى الجميع المدربين الموجودين سلح الناس كلها فاكر من كابتن علاء فاكر من شهرين قبل ما المسلمان يمشي بشهرين ولا بشهر قبل ما يمشي على طول سفر المغرب اخد البرو لان المغرب عملتها هناك 23 20 مغربي 20 مدرب مغربي وده العدد اللي هو بيبقى لك بيبقى محدد لانه ده واضح نو بيبقى جاي من الاتحاد الافريقي من الاتحادات المحلية انه هو يبقى عشرين في البرو فهو عشرين واحد اجنابي يعني محلي مغربي وثلاثة كانوا من بره مزوما مش يحددوا العدد كابتن سلح انا مديمش عليك هقول لك انا بيعملوها ازاي طب لو كده انت اشتغلت في دور ابطال افريقيا اشتغلت بدور ابطال اسيا اشتغلت بطولة قرية لعبت على مستوى عالمي لعبت حاجات كده تقدر تاخد البرو يعني دلوقت ممكن لو عندك الف واحد عملوا الموضوع ده ياخدوها لكن هو المفترض انك انت دلوقت في الوقت الحالي احنا في مصر كل اللي خدوا ده لما يجي يعملوا العشرين هيعملوا ازاي مواليس اللي بكلمة الاسلام عشان كده لازم العدد يبقى اكبر من عشرين ما هبص كده يعني ارجع كده كام واحد كان معنا ما اخد ايه لا لا بقول لحضراتكم ثلاثة هم من العشرين اه ثلاثة من العشرين دور على 17 دور احنا اللي اخدناها اليوم اللي اخدناها كنا 90 مدرب احنا كنا 35 احنا اول مرة مجموعتين ابعادين كمان يعني انت ممكن تكون داخل في 400 مدرب ما انت بتقلل القاعد عندك ما انت مدربينك بيقل في العالم ليه ما انت ليه ما بتسافرش برا ما انت ليه جايب فيتوريا يقول لك انا هعلم المدربين المصريين من الحاجات اللي احنا شفناها يعني فيتوريا لما جيه وقال لك اجيب مدرب مصري مستمع من اللي احنا بنعمله انت بتقلل مدربينك في مصر انت ما بتسلح همش على فكرة الرخصة مش دراسة يعني انت لما تجي ولا في علمك ولا في علمك يعني بس يا كابتن دي رخصة دي رخصة انت بتشتغل بيها في مدربين اعلى من من الشاهدات دي عشان كده بس هو لازم في الاخر امي جي تشتغل عادل مطلوبة مهما كان انت عالي في التدريب او سما بقلك كم سنة هيجي اسألك على الأوراق اللي هخليك تشتغل لا انا عارف عليها بتعرف تسوق كويس لو معك شخص ايبقى ولا لها لازمة انا اقصد اعلى دلوقتي من البرو اعلى 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 التدريبية الاحدة سواء مثلا بس يا وسما في الاخر في الاخر هي ورقة انت لازم تشغل بيها انا اقصد التقسير او رخصة معلين يعني انا اقصد التقسير جاي من الاتحاد المصر ايو انا فاقش في التدريب على فكرة مش مليان دي على فكرة الاتحاد الحالي شايل النقطة دي لكن هو من 2017 حتى الان تعاقب على مؤسسة حوالي اربعة مجالس ادارة المهندس ثانية بوريدة ثم لجنة الخماسية ثم لجنة الثلاثية ثم لجنة كشف تعمل معرفش هو مين يا كابتن اللي بيطلب هو حضرتك اللي تطلب حد من الاتحاد كان الدكتور محمود سعد بيجري كان الدكتور محمود سعد بيجري جيبها هو وكابتن شطة هما صراحة هما اللي كانوا بيجروا جيبها وكابتن شطة هما اللي اشتغلوا في الموضوع اللي انا بقوله لحضراتكم ان دكتور جبال محمد علي همه الاول هو موضوع الرخص المفروض ده اللي انا فهمه يعني ان الهم الاول له ان هو موضوع الرخص ده يجري فيه جامد جدا خلال الفترة اللي جاي وهو في الاساس جاي لهذا السبب او السبب الاكبر لوجود دكتور محمد علي هذا السبب ومن المحتمل ان هو يخش معاه كابتن شطة خلال الفترة القادمة علشان يساعد من الناحي الافريقية تفضل سؤال رفاية عليك دلوقتي ايه انا ما انا معرفش لا اقديك بس السؤال وتقول لي دلوقتي كابتن حسن شحاتة دخل يعمل الرخصة البرو هو معا البرو لا انا انا معه كابتن حسن ما معه محدش لم يدخل يعمل مين يدرس له هم بيجيبهم درسين من بره لا بيجيب الموضوع موضوع رخصة انت موضوع ورقة كرتون يعني انا انت بتعرفش تسوق انا سريعا اقول لكم حصل حاجة في ونحن بناخد الايدي كابتن محمود ابرجيلا كان معك وده شيخ المداربين ده بيمر من سرات فلما جنا ساعة الامتحان كان المحاضر الافريقي ومعك كابتن شطة وكابتن فتح نصير فكان فيه اخر يوم امتحانات لمدة ساعة ونص كده ال35 دارس فبتطلعت يدي لك سؤال عن السرعة عن الخطط عن طريقة 4-3 عن التحمل اي زمن فقاله طبعا الكابتن ابرجيلا ما ينفعش نسأله نسأله ده يعني شيخ المدربين فقاله للخواجة اللي هو من غانك كوفي 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 فقال لك ايه يطلع الكابتن ابرجيلا يحكي نبزة عن تاريخه قال فالكابتن ابرجيلا طبعا معروف بخفة ابتدى ابتدى الموضوع ابتدى يقول لك اهياما انا كنت شبل مش عارف كنت بالعب سنة حاجة واربعين ولا حاجة مش عارف ناشئين ايه وبتاع وسموني كابتن محمود ابو رجيلا ليه وبعدين رحت مش عارف نادي الزمالي ومسيبت النيل الادوية ومش عارف لعبنا ماتش ايه واستهم وكسبنا مش عارف كام الساعة ونص خلاص هتخلص فالراجل كل شوية يبص الكابتن فتحي كابتن شط فرح ايلم لكابتن بورجيلا يا الله كابتن ده خلص يا قال لهم يا جامعة ده انا يا دوب في سنة ستين ده لسه اربعين سنة لهم ده لسه باربعين سنة بحكيت لسه حاجة ايش كل ما بنفتحه دلوقتي بيحصل فيه حاجة مهمة جدا وديه بالنسبة لنا انا شخصا شيء يسعدني ان يكون هناك زخم على هذا الامر لانه زي ما قلت لحضراتكم عدد كبير جدا من المدولين الفنيين والمدربين والجيل بتاعي تحديدا كمان بيكلمون يا عم يستمع ونحن مش عارفين نعمل ايه مفيش هيعمل ايه مشتطرين اصلا نتمنى ان دا يتحل خلال فترة الجامعة عليش يا كابت اعلا ابدأ بيك بالنقطة لانه نهاردة اكرم توفيق في كلامه عن مرسيل كولر قال كلمتين مهمين جدا قال ان هذا الرجل بشوش وميري اسمعتك انت اه انا اه انا حكيت ونحن بنتكلم ايام الكابتن ايام مستر مانو والكابتن اسامة وحضرتك يعني كنتوا موجودين في الفترة دي جوه الملعب حاجة او قبل الخط حاجة وبعد الخط حاجة فهل من الممكن ان احنا نرى انا دايما بقول ان منوال جوزي نسخة لوحده مالوش زي مارسيل كولر ده نسخة برضه مالوش زي او مش حد زي حد زي لكن هل من الممكن ان احنا نشوف مدير فني بهذه او قريب من هذه المصفات او له مواصفات تستطيع ان هي تاخد النادي الاهلي مرة تانية احسن من الفترة اللي فاتح بصوا اسلام انا كنت بتفرج الانترو بتاعتك بتتكلم عن مستر جوزي اكيد طبعا عشان كنت موجود في الملعب وكده دي عبقرية جوزي اني بقى حاسم جدا جدا برا الملعب وانتو كنت جيل ما شاء الله يعني الواحد فيكو الواحد وجيل يعني دي مش مجامل عشان انت موجود يعني انتو اسامي كان الاسم الواحد فريق الواحد فتخيل انت جوزي كان برا الملعب حاسم بطريقة جوه الملعب استحال لحد يتكلم لكن اتحدى لو في واحد من 25 او 30 لعيب اسلام ما كانش بحب الرجل ده وانا عشان انا كنت قراب جدا من كو انا كنت عارف انتو بتحب الرجل ده قد ايه وهو بيحب ايه وهو قد ايه عمل عمل خاصية في مدير فني اي مدير فني بيوصل للمعادلة دي تأكد ان هو يبقى ناجح صارم جدا برا الملعب واحترام طبعا في قط اللبس جوا الملعب حاجة انت ما تدرش يقولك على حاجة ما تعملهاش تخاف منه كوي جدا لكن في نفس الوقت انت بتحبه جدا هو ده من اكبر مدير الفني عشان كده مدير يعني احنا كنا محمود الجهري كان في الحتة دي امتياز امتياز الله رحم الناس كلها بتحبه وهو كان صارم جدا لدرك انت كنت بتعمل كل حاجة عشان انت بتحب المدرب ده لو مدرب وصلك او مدير الفني وصلك ان انت من كتر ما انت بتحبه انت عايز تبقى كويس في الملعب اسلام ما عايز تكسب هو وصل للقمة المميزات او الصفات اللي قالها اقرم على كولر دي حلو انا عجبني عجبني وعارف امكانيات النادي الاهلي كلعيبة كإدارة وطبعا المهم الاكبر انت جمهور الوراق فهو الراجل جاي حابب المكان وعايز يعمل حاجة مع فريق النادي الاهلي وهو داخل على كم العب ممتازة لكن الاستفاة الناس شايفة دي والزخم اللي هو داخل به ده انا عجبني النهار ده انت كنت هي طبعا هي بالنسبة لك وبالنسبة لكل القناوات وكده مش حلوة لكن هي حلوة يعني حت مبراط النهار ده رفض يزيع ولا حاجة خالص ولا لقطات حتى هو بص يا اسلام في كده يعني في كده عجب في الأول بتديك انطبعا الراجل ده بيحب شغل قوي قافل على نفسه قوي عايز يقدم النادي الأهلي في الصورة انت بتكلم عليها الوقت الصورة النادي الأهلي بقوته بتاريخ النادي الأهلي بنتاجه كبيرة قوي بنضباط النادي الأهلي في الملعب وورا الملعب هو ده مدير الفن الناجح عشان كده الحاجات دي بيعمل دي كلها أنا عن نفسي متفار جدا بي ان شاء الله السنة كابتن أسام نفس الشيء يعني نتمنى له التوفيق ولكن ما فيش شك انه ما قبل المباريات شيء وأثناء المباريات تباني أشياء أخرى صحيح في ملامح للشخصية يعني من تاريخه من الأحداث اللي بتحصل دلوقتي داخل النادي أو اللعبة بتحس بيها أو الكلام دوت ولكن كل ده برضو هيترجم لما المباريات الرسمية تبتدي هيبان بقى هو في المكسب بيعمل إيه هو لما بيخسر ممكن يبقى انفعالاته زيادة يقلب على اللعبة ولا لأ لما يتعادل بيحصل إيه لو لو دخل في مشاكل زي ما كان سوارش مثلا الفترات الأخيرة تعادلات كتيرة وكده ظروفها هتبقى إيه لأن الشخصية برضو ممكن في مواقف تبقى مختلفة عن مواقف فهل هي هتستمر الشخصية اللي هي زي ما كنا بنكلم دوقتي على مستر مانو الجزية عدله عدله مثلا من 8 سنين في النادي الأهلي في هولايته الأولى والتانية لغاية لما ماشي دخله في 8 أو 9 سنين تقريبا الشخصية يعني عشناها من أول مجيء 2001 أنا يمكن كنت في الجهاز فيها معاه لغاية لما ماشي علاء كان حاضر وحساب البدري وقبل كده كان مختار وأحمد ناجي مجموعة كبيرة يعني تقريبا الشخصية واحدة من ساعة ما جاء في كل تعاملات من ساعة ما جاء أول يوم في 2001 حازم جدا محبوب جدا من داخل اللعيبة بيعرف إمتى يشد وإمتى يرخي حتى على فكرة مع الجهاز الفني يعني حتى معنا نحن الجهاز فني مرة فجأة تلاقي حبيبك وأكنا كنت مثلا أقرب واحد لي في الدنيا وممكن فترة تانية تاني يوم الصبح يقلب بعد نص يقلب في موضوع مثلا تنقشنا فيها اختلفنا في حاجة ولا حد قال حاجة ولا بتاعت ممكن تلاقي شعن مثلا بطريقة أو بأي موقف حصل مثلا في تسخين في كذا فأي حاجة أنت واخد فيها بلحظة تلاقي يقلب مكتاب يعني فهو خلاص احنا كنا حفظنا وطبعا مع الوقت والعشرة الأمور بقت خلاص مفهومة فأنا تمنى برضو المسر كولر أنه زي ما بيتقال عليه في تاريخه أو في الأيام دي أنه راجل منظم الراجل حازم ومع ذلك محبوب لأن دي نقطة مهمة جدا في قيادة الفرقة يعني المدير الفني مش بس إمكانيات إدارة مباريات يعني الكوتش ده إزاي بيحط الفرقة إزاي بيغير إزاي ده حاجات مهمة جدا ولكن برضو قيادته للمجموعة مثلا اللي ما بتلعبش تعاملاته مع الجمهور تعاملاته مع الصحفيين تعاملاته مع مجلس الإدارة تعاملاته مع الجهاز المعاون ليه لأن أنا عارف في مدربين تانين وانتوا لعبتم معاهم أو احنا اشتغلنا معاهم أو حتى ما كناش في الجهاز بيبقى وش مختلف خالص هو كسبان وحاجة تانية خالص وهو مغلوب أو هو يعني في موقف صعب يعني فنتمنى له التوفيق وأنه يعني على أد طموح جمهور النادي الآلي لأنه السنتين اللي احنا خسرنا فيهم الدور العام دي مش معتادة في النادي الآلي حصلت طبعا في تاريخنا في فترات كتيرة سواء في التسعينات أو في الألفنات أو حتى زمان في السبعينات أو الستينات حصلت ولكن هي بتبقى كل فترات طويل كل عشر خمستاشر سنة ما بيحصل كده فهو جاي في موقف لابد أنه يطور الأداء لابد أنه إن شاء الله يكسب بطولات فنتمنى له يعني النجاح في الفترة الجاية دي لأنها تبقى مرحلة حرجة يعني إن شاء الله كابتن عادل بما أننا بنتكلم عن غرفة الملابس يعني إيه السيطرة على غرفة الملابس ولماذا دائما السؤال ده بيبقى هو الأساس في أي مدرب يعني يقولك هو واضح إن قط اللبس هربت منه يبقى يتقال عليه مدرب وقاش على طول يمكن بتبدأ من اختيارات اللاعبين المتواجدين يعني فيه كوارث بتتعامل في الكرة المصرية أكيد يعني إنه ممكن أجيب وواحد في مكان وهم العيب عالي قوي فأكيد واحد هو اللاعب أكيد التاني مش هيرضى هي دي قط اللبس المدرب بقى إزاي يقوى عليهم إزاي المدرب يعمل العدل ما بينه العدل بيعدل لك قط النبس ده رقم واحد العدل بين اللاعبين يعديل لك قط اللبس حط اللاعب في بروازه طول الوقت يعملك قطة لبس جيدة بمعنى إنك انت ما تكبرش العيب هو قليل أو ما تقللش العيب هو كبير إدل كل واحد حقه هتعمل قطة لبس جيدة حاجة التانية المهمة إنك انت بتيجي في وقت من الأوقات عندك أساسي وإحتياطي يليه ربا قط اللبس دائما بتبقى منضبطة علشان فيه لعيب بخمسة مليون ولعيب بمئة مليون أبو مئة مليون هيلعب أبو خمسة مليون ده إحتياطي لعب جاب خمسين جون هيرجع إحتياطي تاني لأنها هي تصنيف لكن أنت مصنف هنا غلق يعني التصنيف بالنسبة لنا بتبص تلاقي لعيب أقل من لعيب وممكن تلعبه والتاني لعيب كبير وجايبه بفلوس كتير وما بتلعبوش فبيحصل التضارب فقط اللبس دي من أهم الأشياء للمدرب الجيد والحاجة التانية المهمة التفاصيل الصغيرة ممكن أنتوا تكلمتوا على المدرب أنا أتمنى أن يكون استفاد كويس قوي من السنتين اللي فات عنده وأتمنى يوصل له الموضوع صح مين اللي استفاد كولر؟ آه ويوصل له الموضوع صح عش ممكن يعني إيه استفاد من السنتين اللي فات السنتين اللي فات أنت في بطول الدور بتيجي من إجهاد وبتيجي من بطولات كتير آآ آآ أوكي فالاستفادة أنك لازم تعمل الصف كامل لازم تعمل لعيبة على الأعلى مستوى ولازم تراعي ما بين الاحتياط والأساسي لازم تراعي ما بين القوة البدنية بتاعة اللعيبة لأن كانت مشكلتنا في السنتين اللي فاتوا نص فرقتك أمفت والنص التاني على مستوى لأنهم بيلعبوا كتير فبيوصل لهم الإيجاد واللي تحت ما بيعرفش يوصل للفوق فده كانت من الحاجات اللي خسرتك الدوري السنتين فأفتكر إنه هو لو الراجل استفاد كويس قوي من النقطة دي هيعدي الحاجة التانية المهمة إنه الراجل في الوقت الحالي قدت اللبس اللي انت تكلمت عليها يا كابتن إسلام في النادي الأهلي مش هيلاقي أجمل من كده من زي الأندية الأخرى مش بتكلم كده عشان انت مالي النادي الأهلي هو قدت اللبس بتيجي من السيستم اللي عامله نادي يعني أنت ما تخرجش برا الإطار اللي معمول لك فده قدت لبس أنت لما هتغلط فيك عقوبتك قد كده على فكرة لما واحد غلط خد قلع التشيرت مثلا ورميو على الأرض خد شهرين وقف لو واحد عمل نفس الموقف ده هياخد شهرين وقف فدي قدت لبس إنك إنت في عدل ما بين العقوبة هنا والعقوبة هنا فدي عملها له الإدارة الإدارة قدت اللبس إنك إنت حر تعمل ما بدالك حسبك أخر السنة دي برضو قدت لبس ستبقى مرتاح لأنه اللعيبة عارفة إن المدرب محاش يتدخل معاه مش هنيجي من وراء نروح لمجلس إدارة نروح لأي حد قوة في النادي يكلم المدرب علشان ألعبك وتحصل كتير إلا في النادي الأهلي النادي الأهلي أهم نادي في الشرق الأوسط كل ممكن في أفريقيا في النقطة دي دي الاستقرار بتاع قدت اللبس إنك لو روح تروح لمدربك فقط ولمدير الكرة بتاعك وبعدين الحاجة الأخيرة اللي عايز أقول عليها أنت هنا في مصر عمل مدير كرة هو في العالم ما فيش حاجة اسمه مدير كرة فيه مدير رياضي ولكن أنت عامل حاجة زيادة كمان للمدرب يفضيك للحتة بتاعة الملعب ويساعدك يا مستحزاء يعني قط اللبس هي إسلام كلمة مستحداثة زي ما أكشف حاجة عاك إسمها يا قط زي التسيطر يا قط اللبسه كده يعني أنت على أيامكو أنت كنت تخش قط اللبسة أعمل إيه؟ ألبس وانسف لا ومتقابل مثلا براكات وده هو ده هي السيطرة على غرفة الملابس الروح اللي موجودة مع اللعبة نفسها تسمعنا كده كده كتير مش على الأهلي أنا بكلم بشكل عادي أه لا ما هي دي أنت بقى بص في النادي الأهلي هي موجودة من إمتى؟ من زمان ممكن من أيامنا أنا أسامة عند عادة لما الحقنا وقابلنا كمان هي دي الروح اللي بص بعد كام سنة بيتكلموا عليها الوقتي أسيطر على غرفة الملابس اللي هو أسيطر على غرفة الملابس مش إني الروح اللي جوه الغرفة نفسها إزاي بتحترم كابتن فريق نفسه الكبير كبير والصغير هي دي أسلاح تخيل عادة بيكلم بيقول دي موجودة في النداء دي موجودة في النداء أهلي من سنين بصنا بتعملها تلقائي أنا داخل إسلام هو الأكبر فطبعاً أكيد فيه احترام متبادل روحنا في غرفة الملابس روح حلوة مفيش يزهر سائل مفيش إني ده بيش حالة أنت بتخش مكان أنت حبه أنا مبسوط عشان رايح قابل أسامة هقابل معادل هقابل إسلام هي دي الروح اللي في غرفة الملابس اللي طبيعي بتنعكس عليك في الملعب ودي مش أي نادي يعمل على فكرة مش أي نادي عشان كده في النادي الأهل هتلاقيها طبيعية مع مع كولر كمان لا هيلاقي الأمور سهلة جدا 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 إن كل اللعيب عارف هو فين اللي مطلوب منه فيه مدير الكرة زي ما عاد بيقول أو مدير الرياضة يعني مش عندنا فيه مدير الكرة وفوق مدير الكرة فيه لجنة الكرة وفيه مجلس إدارة وفيه كاسر حمود الخطيف فأنت أنت في منظومة محترمة كل واحد عارف أنا مطلوب من إيه عشان كده برجع أقول لك دايما يعني دا بيقول الكلمة دي النادي دا أو البطولات الكتيرة أو أتعملتش دي ما تعملتش كده أنت كنت تعمل حاجات تلقائي بعد كام سنة اتضح أن هي دي حاجة صحية أنك زي السيطر على غرفة ملابس بتاعتك تمام يعني علاء وعادل تكلمه في نقطة مهمة جدا بس أحب تأكد عليها اللي هي الإدارة بتقوي جدا المدير الفني وبتخليه مسيطر على قط الملابس زمان تقول هم قالوا طبعا في نادي الأهلي دي واضحة جدا لأنه في أندية كتيرة جدا هتلاقي في لعيبة بيلفوا على أعضاء مجلس الإدارة وعلى الرئيس النادي وممكن يستمع لهم أكتر من المدير الفني وبيوقعوا فرق كتير جدا أو مساعدين للمدرب أو مدير كورة أو أيا كان فطول عمر النادي الأهلي عنده سيستيم والمدرب في مكانة يعني زي الأستاذ كده بالنسبة للطالب هو هو اللي عنده المسئولية والإدارة بتفاهم كده وهم بتتدخلش فدي نقطة مهمة جدا بالإضافة طبعا لشخصية المدير الفني زي ما عادل وعلاق اتكلمه يعني فدي نقطة مهمة جدا 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 نحن في قدة لبس وكابتن أستاذ يعني أنا عمري مثلا كابتن أسامة وكابتن علاء أنا لعبت معهم كتير ويمكن لعبت معهم سنين كتير أنا عمري ما أقدر أن أقول له يا علاء أو أقول له أسامة إلى الآن إلى الآن لما خلصنا ما قدرش تقول له ألا يا كابتن علاء ألا كذا لو هو كابتن علاء دخل علي أو كابتن أسامة دخل علي وأنا يجب أن أقوم ولو فيه كرسي واحد هو اللي لازم يعود ده النادي الأهلي اللي عملوا من زمان ده اللي بيسهل لك بقى قلت اللبس السواب أقول لك على حاجة كمان عادل أكبر من كذا في النادي الأهلي فيه اتنين اللعبات نفس السن بس فيه واحد لعب قبل الثاني لعب قبله مقولوش باسم أقول له كابتن معين أنا أقولت له كابتن لأقولت له باسمه العادي مش أقول حاجة احنا شبه الجزء أنا و أنا مثلا هذا حقيقي صحيح أو الله أسامة يعني مثلا أنا و كابتن طهر بزيت سن واحد ومع بعض ونحن ده 13 سنة طهر لعب قابلي بسنة أقول له كابتن طهر مانا سن واحد بقولك بدئين مع بعض حاجة تانية عكسة أحمد شبه هو سنه أكبر مني بس أنا لعب قابله فما ينفعش أقول له أحمد أقول له كابتن أحمد هو ده اللي احنا قلت ربيت عليه في الندي ده يعني نفس السن بس لو أنا لعبت قابلك بمبراية إسلام أقولك يا كابتن هو أنتش تفرق معاك أقولك أموالكش اللي علاقة بيننا مفيش حسن من كده لكن انت تعودت على كده زي ما عاد بيقول ايه تعودت على كده ما ينفعش تلاقي يعني العيب أكبر منك يعني اللعب قابلك ما تقولوش يا كابتن واحترام يبان في أي مكان وفي أي وقت هو دي دي الحاجات نتعلمة في النادي الأهلي عشان كده أنت في مكان أنا دايما بقوله الكلمة اللي بيخش النادي ده يقول الحمد لله مجوز في النادي الأهلي لأنه مفيش حسن من المكان ده طيب هنكمل كلامنا مع حضراتكم ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نعرف رأي جابتنا الكبار مش على مباراة واحدة ولكن كيفية إدارة المباريات الودية في فترات الإعداد بعد الفاصل نسمع رأي خبراءنا ونجمنا الكبار أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن علاء حبدأ بحضرتك وكيفية إدارة المباريات الودية في فترات الإعداد يعني كيف ينظر مارسيل كولر يعني أنا سؤالي خلال هذه الفترة دايما عن المباريات الودية لأنه هنا ما عندناش تفاصيل كتيرة فيما يخص المباراة ولا مش خليني مش أقولها دلوقتي برضا عشان ما عرفش إيه اللي ممكن يحصل بكرة لكن يعني مباراة بترجلتك أنا ما عرفش عنها كتير وبالتالي كيفية إدارة المباريات الودية من وجهة نظرك في فترات الإعداد والمدارب يستفيد منها إزاي خصوصا أننا يعني بقى لي عشر تيام أو خمسة شهر أولا ما يستفيد منها إزاي يا إسلام أول حاجة بيبص على العناصر الجديدة هو دائما الصفخات الجديدة اللي اللي جات على قد بيقدر بتعرف عليها في الملعب هو أكيد شافه وعارف أنه لعبة كويسة أو نادي الأهلي أو أي نادي جايب له لعبة كويسة فهو بتشوفه وشايفه في التدريب طبعا أكيد تدريبات قدامه فهو شايفهم لكن هو عايز يشوف الملعب تصرفات إزاي في الملعب هو عشر تيام طبعا لسه مش مدة كبيرة أو مش مدة كافية ممكن يشوف بيبقى علام أو وصل فين بدنيا إنه ما فيش حد لعم برا كلها بيدي كل وقت واحد ووقت ويشوف أول اثنين جميعا وبعض فنيا وبدنيا ويبدأ يشوف الغلطات اللي هو يتكلم عليها في التدريبات ما هو في التدريبات بيعمل طريقة لعم وعينها اربعة اثنين تاتة واحد اربعة تاتة تلاتة بيبدأ يشوف المباراة الودية اتنفست ازاي اتنفست بدرجة قد ايه مش أول مباراة على فكرة يعني سباك النهاردة من ايه خمسة وكده لكن مش مقياسة حتى ممكن تبقى هدف كتير لكن هو المدير الفني ما يبص لنتيجة الوقتي حركات اكتر المباراة الودية في الطبيعة اسلام هو ما يهموش نتيجة هو يهمه اداء اللعيبة اللعيبة وصلت لحد فين بالزبط مباراة 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 بيبدأ هو يقايم نفسه هو الاول كمدير فني انا وصلت ازاي مع اللعيبة ويقايم لعبته وصلت فين وما ده استعاب اللعيبة للطريقة اللعب للتحركات لان اكيد كل مدير فني مختلف عن التاني فهي ده ده الاهم حاجة في المباراة الودية انه هو في الاخر خالص على اخر مباراة يكون خلاص هو جمع تقريبا 80% من فرقيته شكل الفريق بتاعه كافية الاداء ازاي هم استوعبوا طريقته بدنيا وصل لحد فين وعلى هذا على الاساس ده كله يبدأ يقايم يا ان شاء الله الموسم اللي هو الموسم الرسم بتاعه لكن في ظرف كولر ده ان طبعا كل اللعيبة الدولية مش موجودة معاك فهو هي فرصة كويسة على فكرة الاسلام ما تضيقكش قوي ليه فرصة تشوف المجموعة اللي معاك كويس تدي اللعبة اللي معاك كتير قوي الناس جاي من اصابات زي اكرم لعبة جديدة عايز تبص عليها تاخد وقت اكتر اللعبة الدولية انت الحمد لله متطامن ليهم كل الدوليين زي كانوا مصريين او برا انت متطامن ليهم ان هما لقدوا موجودين من الاساسيات الفريق بتاعك وبتبدأ تركز على العناصر الباقية هما وصلوا حد فين المصفحات كلها كويسة جدا طبعا لكن ما تيجي تخيمة في المباريات بتشوف برضو بتصرف زي في المواقف غير طبعا مواقف الرسمية بتفرق برضو لكن فرصة فرصة تعارف حلوة بين المدير الفني واللعبة والعكسة اكيد طيب الناس تقول لك تلات متشاط ده كتير قوي في فترة الاعداد اللي هي اسبوعين يعني وناس تقول لك ده يا دوبك وناس تقول لك ده قليل ايه رأيي حضرتك؟ ما هي يا اسلام بتتحدد بتحدد عدد المتشاط حسب بداية اول مباراة الرسمية لك احنا مثلا اول مباراة الرسمية لنا سبعة فغالبا بتخلي الاسبوع اللي قابليها فاضي فهو اخر متشاط عابو 29 ده منطقي طيب هو حتى تلات مباريات في مدة مثلا 15 او 21 يوم 21 يوم 25 او 29 لا 21 25 او 29 انا فاهم لا في مدة لما هو ابتدى بقى له 10 ايام و هيستنى كمان كمان سبعة 8 ايام يعني يكون لها 18 19 يوم اللي هو ايه اشتغل فيه فدع بالنسبة للمدة دي عدد معقول كويس زمان شوية لما كنا بناخد مثلا فترة اعداد لمدة شهر ونص و يكون الواغدين راحة قبلها شهر ايام بقى في الثمانية وتسعة كان بتوصل عدد المباراة لسبعة وثمانية وتسعة مباراة ما عندك متسعة لا امي عندك متسعة لكن هو الراجل ما عندهش متسعة للكلام ده فتلات مباراة يعتبر عدد معقول جدا في الفترة اللي هو من ساعة ما ابتدى فيها لغاية اول مباراة اللي هتبقى سبعة اكتوبر لانه هيلعب واحد وعشرين سبعة تمانية تسعة ايه واحد يزال يوم يعني ابتدى واحد وعشرين هيلعب خمس وعشرين تسعة وعشرين والاربعة يام متش اه فيدوب يقدر يشوف العدد اللي عنده زي ما على اقل طريقة اللعب اللي هيعملها وصل ايه في الناحية البدنية البعض الافكار اللي هو عايز يحطها في التلات مدخلان التلات مدشات مين اللي هيبتدى يحط ادعى لانه دول هما الاساسيين بالنسبة له كل الحاجات دي المدير الفني بيقعد يفكر فيها ويتابعها في اسناء التدريب طبعا واللي بيدي له بقى المؤشر الاكبر هي المباراة اللي وديها فانا شايف ان عدد تلات مباراة في المدة دي عدد معقول جدا يعني كانوا ممكن يبقوا اربعة لكن مش هتقدر بقى زي الفترات اللي تكون طويلة تقدر تخليهم سبعة وثمانية وكلام ده فهو عدد من تلات لاربع مباراة كافيين جدا عشان يبتدي الموسم يوم سبعة او تمانية اكتوبا كابتن عادل التاكتكس هل ممكن نشوف مثلا او خلال التلات مباراة دول لانه اللي انا فهمته ان الفترة اللي فاتت كان فيها بدني وتاكتكس وكل حاجة ولكن البدني كان هو الطابع الغالب على التمرين النادي النادي الآلي خلال الفترة السابقة ولكن على الاقل في المباراة دي هل ممكن نشوف تاكتكس مثلا في الكور السابقة مثلا هل ده ممكن يحصل ولا برضو هنبضل منتظرين لغاية اخر اسبوع يعني في مدارس تقولك كده استنى الاخر اسبوع والتاكتكس في الكور السابقة يعني يتلقاش كتير افضل امعروفة فهو اسبوع ولا هنشوف حاجة زي دي اولا كابتن اسلام فترات الاعداد اختلفت لان الفترة الانتقالية بتبقى اقل في الوقت الحالي فاطلا انتقالية ما بين الموسم والموسم ده رقم واحد رقم اثنين المدرب الاجنابي لما بيروح يمسك فرقة مبهمة بالنسبة له بيعتمد على الفيديو علشان يقرر هيلعب بقاني طريقة لعب ده رقم واحد فيبدأ طريقة اللعب بتاعته هيقولها يعني فيه مدرب انت عارف انه لا يعني هو معلش يا كابتن هل هو بيبقى محدد لا اقولك مجرد ما يشوف لعيبة ومن غير حاجة ما هو بيتطرق فيديو هو بيعتمد على فيديو لانه ما عندوش الوقت الكافي انه يلعب مطشات ودية كتير علشان ييعرف اللعيبة لا هو بيكرر لان مدرب المنتخب غير مدرب النادي مدرب النادي يا كابتن عادل علشان ممكن تبقى كويس اه لا يعني مثلا انت هو انت لو شفت افشة في المطشات الاخرانية هو ده افشة تأسال الفاتح او في اول السنة انا كنت اكمل لك وانت لما بتيجي كمدرب جديد على فرق انت بتجي تاخد انهي مباريات في الموسمين اللي فات ما بتاخدش المباريات تلت اربع مباريات اخرانية بس علشان انت هتبدأ دلوقتي لا هو بياخد مكتدفات بياخد التلت الاولان من السنة مطشين ثلاثة التلت التاني من السنة مطشين ثلاثة التلت التالت من السنة مطشين ثلاثة علشان يكون فرق لانه ما عندوش وقت الوقت دلوقتي انت لو اتكلمت معاه هو عندو مشكلة كبيرة اوي في تفاوت الراحات ما بين الفرقة اللي ريحت شهر الناس اللي كانوا مجهدين اوي بتاع المنتخب اللي ريحوا شهر والناس الاخرين اللي هم لعبوا الاخر وقت وخدوا فترة انتقالية بسيطة فانت لما تيجي تحقق لازم تعمل اعداد محسوب لما تيجي تعمل التكتيك اللي انت اتكلمت عليها كبتين اسلام تعمله اللي هو اللي انت بتريه لعبك لانه القماشة اللي عندك اللي بتcze communication مفيش مدارك يعمل تريه لعب اللاعبين اي اللي بتعمل تريه لعب لو انا عندي وانت فاكرة اجيبلك مثال بمانو الجزيز انتو كنت بتلعبه خمسة العالم كله كان بيلعب اربعة وسألنا مانو الجزيز السؤال ده انت ليب تلعب خمسة بالعالم كله بيلعب اربعة عليك عندي عنديحمض النحاس لعيب بيعرفي لعب الل hombres هكسره لو ملعبتش بيه وبعد لما بطلع بطلعه قدام شوية بصلح التاكتيج بتاعه فهو بيبقى فيه مرونة شوية اما الحتة السؤال اللي انت سألته ان ممكن طريقة التاكتيج بس بتاعه اللي هو العريض لانه فيه لعبة في المنتقب دلوقتي هيعمل ايه هو هيعمل حاجة مهمة بيعمل سيستم للكور السابتة الاشخاص متغيرين كور السابتة يعني انا مش قصدي كور السابتة ولكن زي ما هاي بتقول انا ناقصني 3 4 5 6 لعيبة الليش موجودين كابتن اسلام الكور السابتة بداية تكتيك المدرب الجايد ليه لانها عدمت الفرصة تكسبك بطولة مين اللي كدام المقدار الله يرحمه كابتن جاري اه طبعا كاس العالم تسعين اه 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 كان بيواف في الملعب كده عدل سامن اك سهول افريقي يا فاكر كاس العالم تسعين كاس العالم تسعين نسبة الى الاهداف اللي بتخش من الدربات السابتة من 30 الى Täفعين Emery Penelty هاتلى منهم من 30 الى 40 ه Pengelty لقوا في فالسافة تانية ده احصائيات يعني هات居 فيها فالسافة تانية يا اتعارفن الدربات السابتة بتعلم اللعزيا الى التزام بمعنى بمعنى إيه؟ لأ التزامك أنت كمدرب بس دي كانت دايما يقولك أن الكرات السابقة أسهل للمدافع بمعنى أننا مسك على الارضة لأ أنا مش بتكلم تاكتيكية أنا بتكلم إيه؟ أنت لما تخلي اللعيبة أنت مدرب جديد تخليت في عقق فأنت بتاخده في حتة تبيله أن أنت ملتزم أو بتحب الالتزام فأنا لما أقولك تقف على العرضة القريبة ما أقفتش على العرضة القريبة هخصم منك كتير همش على لعبك فأنت لما أجع تديك تاكتيك آخر هتبقى منتزم بيه أنك طول الوقت كالمدرب بداية الالتزام يعني من التاكتيك بداية الالتزام الكوار السابقة وأسهل حاجة في التاكتيك اللي هو مش عايز الجماعة بتاع المنتخب هو عايز هيحط هنا الأشخاص بأي اسم يعني أنت مثلا إيه؟ إسلام هيبقى العرضة القريبة عادل لو لعب مكان إسلامي يبقى العرضة القريبة يبقى البقرة في الحتة دي هيبقى هو اللي على العرضة القريبة فأنت خلاص ما لكش دعو بالإسم فأنت بتروح للحتة اللي ممكن تشتغل غايبا عليها في التاكتيك الحاجة بقى الأخيرة التاكتيك الجماعي مش هينفع إلا ما تتلقى النادي الأهل أنا أقول لك حاجة وخد علي وخد علي في الداية النادي الأهل يبدأ تدرجي مع المدرب بمعنى مش من أول المبارات تتلقى المستوى علي قوي عشان بس أنا بقول للناس كده لأن الفترة دي هيبدأ ولو حصل كده أنا بقى مبسوط وسعيد لأن أنا ما بحبش الانطلاقة دي بسرعة لما بتوصل قوي بتبدأ تنزل أنت فاهمني أنت دي مشكلتك كانت السنتين اللي فعل عشان كده بدأت كلامي بقولك ياريت يستفاد من السنتين اللي فعلت طيب هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل أخير وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نظمنا الكبار أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين الكابتن علاء حفظة بحضرتك برضو فيما يخص منتخابنا الوطني أولا إيه رأيك فيه الاختيارات اللي اختارها روي فيتوريا خلال أول معسكر ليه اختارات يعني لحد كبير نسبة كبيرة تدير فين هالما موجودة مع بعض الأفراد كان لازم موجودين يعني ما عرفش من وجهة نظرة مثلا كان لازم موجود رمضان صبح لازم كان موجود مستغرب برضو بره شوية لكن الغالبية كمان عندي برضو عام تستفهمه هو ليه بكريات واحد هو ليه كريم بس موجود نحن الرائد بس مفيش حد تاني لو يمكن أخذ عمر جابر ناحية اليمين يمكن أنا معرفش أول لو كده يا عمر لكن هو يعني هو التشكيل شفت مبارح أو كل الأسامة هتنبارح لو كان لازم بكريات واحد بس ناحية اليمين هو كريم وايس لكن معظم الأسامة طبعا هي لتستحاقتي موجودة لكن في بعض الناس يعني لسه عايزة ترجع طبعا غير يعني عمر السوريه طبعا إن شاء الله ما يرجع أقرم إن شاء الله ما يرجع بليه مكان ده أكيد إن شاء الله رمضان صبحي كنت أتمنى يكون موجود إن هو بعيد شوية يعني ممكن كمان يبقى أحمد ريفعت يبقى موجود معاه برض لكن الغالبية معقولة عجبنا أوه طبعا يعني انضمام أحمد الشناوي بعد الفترة اللي عملها إن هو في قبل فترة كبيرة غايب إسلام رجوعه ده أتمنى يبقى رجوع موفق ما يغيبش تاني والمنافسة كويسة طبعا محمد الشناوي موجود أكيد ده رقم واحد هم ديع أبرز الحاجات بس اللي موجودة في المنتخب نفسه كابتن أسامة اختيارات المنتخب آه لكن هل كان من الممكن مثلا إن أنا سيب اللعيبة في مثل هذه المباريات للنادي الأهلي مثلا خليناك كلم عندي الأهلي بس عشان ما حدش أقولك مش عافق إيه لنا اليومين دول طيب يومينك يومينك دول يومينك الكلمة اللي بتتقلب يومينك 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 معلش فالنادي الأهلي مثلا عنده فترة أعداد كان من المفترض إن أنا سيب لعيبتي مع المدير الفني الجديد وكذا وكذا وجابهم حتى على المباراة لو أنا عايز مثلا لأن أنا في الآخر حال عب مباريات ودية وما عنديش أي حاجة رسمية غير في في شهر الثلاثة القادر أنا شخصيا إسلام أنا مش مع الموضوع ده أنا مع الموضوع إن المدير الفني عايز لعيبة في أجندة في أجندة دولية ييجوا مهما كان عندهم إيه ولا ما عندهمش إيه والنادي الأهلي كان أكتر حد بيقف أو واجبه إنه يعمل كذا مع بلده في خلال كسر أئمة الأفريقية لما حصلت والتعارض ما بين كسر العلم ما بينه ما بين كسر العلم للأندية والنادي الأهلي فضل مصلحة بلده وقبلها المنتخب الأوليمبي والنادي الأهلي فضل مصلحة بلده أيضا في ذلك الوقت ولعبنا مباريات الدولية لو تتذكروا بدون اللعبين اللي راحوا للمنتخب الأوليمبي فبالتالي هي اختيارات بيتم اتخاذها وهو اللي بياخدها اوكي لكن انا من الجانب الاخر يقولك طب ما كنت سبت اللعيبة دول الاهلي وسبت اللعيبة بتعزى مالك يلعبه وسبت كذا وسبت كذا ولعيبة مش عارف كان ايه رأيك في هذا القمر لا انا مش مع الموضوع ده ليه لانه خلي بالك برضو الرجل المدير الفني المنتخب جديد برضو يعني نفس موضوع كولر بالنسبة للاهلي او اي مدير فني استلم فترة اعداد دي اللي حصلت التغييرات اللي في الدور الممتاز المصري عارف لو كان بقاله فترة يعني مثلا بقاله سنة سنتين كان ايبقى عارف كان ايبقى عارف كان ممكن يستغنى عن بعض الناس بس هو برضو في نفس زي ما يقوله ايه المزنق اللي فيه المديرين الفنيين اللي جايين جداد في بداية الموسم للدوري وافريق هو برضو نفس الشيء هو راجل كل الفترة اللي فاتت كل الفترة اللي فاتت كان بيشاهد يا اما فيديو يا اما كنا نشوفه في بعض المباريات بيتابع من الملعب لكن هو برضو عايز يحس باللعيبة مباشرة ده معينه اه يعني عايز يحس باللعيبة ده بيفرق كابتن اسامة اه طبعا طبعا لاني خلي بالك بس فيناس تقولك عم ما تسيبهم بقى يروحوا وإيه المشكلة هيحصل ايه لا لو بقاله فترة في مصر كنت اقولك ممكن يعني لو بقاله سنتين تلاتة وعارف اللعيبة وعارف مين دوت ومين دوت خلي بالك هو نفسه في اختياراته اللي خدها انا بقولك وفتكر هيصطدم في ناس هو واخدهم بدون ذكر اسامي وممكن ما يبقاش ليهم تواجد بعد كده لما بقى يتعامل معاهم ويشوف ماتشات ودية وماتشات رسمية وفي ناس العكس بقى هتنضم مع الوقت لان اي مدير فني مصري او اجنابي بس طمعنا احنا بقول اجنابي اكتر ليه لان المصري متعايش وشايف الدور ويعارف الى حد كبير لكن انا باتكلم على الاجنابي لما يكون جاي جديد وشوفناها كتير قوي ممكن جدا الانطباع الاولاني بتاعه عن بعض اللاعبين يفتكر انه مثلا دول ها يهدوا الدنيا اه دول ها يهدوا الدنيا والعكس ممكن يكون انطباع عنده عند بعض اللاعبين الاخرين قليل يعني ايه ده مين فلان الفلاني ده او لا ده مش هاحتاجه او مش هيفيدني هتلاقي مع التعامل المباشر بقى في التدريبات التعامل مباشر في المباراة الودية اللي هيعملها المنتخب او حتى في الاندية هتلاقي وجهة النظر دي بتتغيى طبعا مش هيبقى في القوام كله بس انا بقولك فيه عناصر هو واخد انطباع جيد عنها هيتفاجئ ان هي مش المردود اللي هو كان متوقعه وفيه عناصر هتنضم بعد كده هتدي له مردود اكبر من اللي هو كان متوقع فدي نقطة مهمة عشان كده انا بقولك يمكن كان ممكن تحصل انه يسيب اللاعبة لو كان بقاله سنة ولا سنتين في مصر وحافظ الحداشر مين والاحتياط بتاعهم مين ومين التغييرات بتاعته لكن هو لسه ما استقرش على شكل النهائي للمنتخب النيجر والليبيريا مبراتين وديتين على مشتوى متوسط او اقل من المتوسط شوية كابتن عادل يعني انت استفدت من الفترة بتاعتك يا كابتن حسامة البدر انك بعدت عن المبراتة الودية خلتك توصل في التصنيف يعني ما دخلتش في التصنيف الاول يمكن من اسباب خروجنا من كاس العالم انت بتشتغلها في شقين الشق الاولاني اللي يتعرف المدربة المدير فني على بعض اللاعبين والحاجة التانية المهمة انه يلعب مباريات عشان يزيد في التصنيف الدولي دي حاجة الحاجة بقى المهمة مين اللي اخذ المنتخب مين اللي اختار المنتخب مين هي دي حاجة مهمة لازم نعرف هو كابتن يتفرج بنفسه اه كام ماتش يتفرج عليهم وكم فيه يتفرج عليهم لا فترة طويلة منذ ان تم التعاقد معاه يعني فترة تتجاوز كم مباراة مثلا فرج على جميع الفرق في جميع الصروف طب النادي الاهلي طول عمره قوامه الاساسي في المنتخب طول عمره مش بيعشان انتمعن الاهلي النادي الاهلي كان في من المستوى في مستوى الاقل معنى هذا انه مش هيخد لعبة النادي الاهلي لا موخده لا موخده 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 هو كابتن القسام قال كلماتين كويسين جدا لا بصها اسلام يعني النقطة دي خلي بالك انا مدير فني جاي جديد جاي لمنتخب مصر مش هاخد اي بتاع انا عارف فيه سيفي يعني ما انا عارف ان واحد لعب سبعين ماتش مثلا دولي واساسي في الامم الافريقية اللي فاتت واساسي في التصفيات وكان مثلا بعيد شوية او مستوى اهل شوية فانا مش غشي من انا هسيب اللاعبة اللي هي لعبة عدد مباريات كبيرة هبقى اعارف مين اللي في النادي الاهلي ومين اللي في النادي الزمالك ومين اللي محترفين ومين يعني بيبقى برضه عنده قوان انا كنت عايز اروح بالكلمة اللي انا بقولها دي لنقطة اخرى يجب ان احنا نرعيها عند التعاقد مع اي مدير فني اجنبي ما نسلم لهش كل حاجة كده بمعنى ما فيش حد في العالم بيسلم كل اموره لمدير فني ليه ان المدير الفني احتمالية الفشل فيجب يكون فيه جهاز عندك متواجد واحد في الجهاز يقدر يشيل المنتخب لفترة ولو لفترة ارجع بالذاكرة ايام من والجوزين لما كان مع حسام البدري لما حسام البدري من والجوزين مش في لحظة حسام البدري ركب اشتغل مشاك فترة طويلة وبقى مدرب النادي الاهلي انا قصدي انك انت لما تيجي تتعاقد تتعاقد بقيمة مصر يعني انا ما عجبنيش الكلمة اللي قالها فيتوريا انا هجيب مدرب مستمع كلمة اهانة 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 للمدرب المصري من فيتوريا فيتوريا مدرب اشتغل في المصر في مصريين اشتغلوا وانا واحد من راسوم لان انا بغير على المدرب المصري اشتغلت في اندية اكبر من اللي هو كان شغال فيها وكنت مدير فن في فترة اكتر من اللي هو اشتغل فيها فما يجيش يقولك انت جيب مدرب مستمع ليه تجيب مدرب مستمع يا حبيبي مفيش حاجة كده انت تجيب معك مدرب كبير علشان سيادتك لو جيت في لحظة قلت المدام مش عوزاني وشوفنا مدربين كتير مش عوزاني نرجع مصري في الوقت الحالي المدرب داي شيل المنتخب كفانة نقلل من نفسنا بس انا اعتقد ان دي مرضود عليها يا كابتن اقول لحضرتك اقول لك ده جهاز فني مصري اي جهاز فني مصري حيتمنى انه يبقى موجود في اي وقت المعيشة المعيشة انه طبيعي انت هنا تحط ما بين نارين يا كابتن موساما اللي هو ايه انادي اسيب المدير الفني يختار زي ما هو عايز عشان اعرف حسبه ولا احط له حد لازم انت في النادي الاهلي مثلا بمعنى يختار يعني يختار جهازه هو يختار جهازه هو عليك انا مش عاز مصريين هو قال من الاول انت في المفاوضات لازم يبقى انت لك قوة برضو يعني انا مع عادل في دي هو وجهة نظر انا برضو وجهة نظر كده ما ينفعش كل الجهاز يبقى اجنبي وما فيش ولا واحد مصري اصر عليه بالفعل وليس بالتراضي انت يعني ما احترامي الايمن هل لو مش دلوقتي الراجل الايمن هيلعب بطولة كاس الامم الافريقية مش هيقدر المدرب المساعد المصري اللي موجود لا لا طبعا لا يعني ما يقدرش فانا خليني حالك توصد يجيب اسم كبير يبقى موجود لو المدرب ده ميش كابتن خليني اخذك ما هو رفض بوسا كابتن خليني اخذك لا خليني اخذك للمنطقة الاهم والاصحة ايه اللي خرجك من كاس العالم هو زيما كابتن على المتشاط الوديالي ملعبتهاش وجهة نظر انا لا ما انا عارف قعدت احمد مجاهد مع كروش قال له مش حاسب كلا مش حاسب كلا في كاس العالم نعم مش حاسبك هل في كاس العالم هو انت دلوقتي انت مصر بطل افريقيا اعلى بطل افريقيا في القارة اكتر واحد واخد بطل افريقيا صح انتيتك اعلى اكتر ارقام واخدة بطولة افريقيا ابطال الدوري وابطال الكاس عندك في بلدك نادي القرن الافريقى عندك في بلدك نادي الذ grounded واخد مجموعة من البطولات الافريقية كبيرة أنت منتخب عريق ومنتخب كبير لما أتعاقد مع مدرب أتعاقد بقيمة مصر ما أقللش من نفسنا أنت لك حقك أنك أنت تشتغل وتجيب جهازك لكن أنا لازم أجيب معك جهاز موازي من الآخر يا إسلام ما ستبلوش نفسك هي تبقى منفاوضات يا إسلام أنا أريد كذا 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 وأنا أريد كذا 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 وأنت المفروب تبقى أنت الأقوى على فكر أنت اتحاد كرة مصر تجيب مع مدرب هو مدرب يعرف كيفية مصر إيه هو طبعا كل احترام لي أنا كمع متى مش أصدر على فيتوريا نفسه للجهاز اللي معاه أكيد هو يفضل يشغل مع جهاز معاه من فترة وده طبعا ده حاجة كويسة تحترم ده جهازك إحنا كالتحاب مصري أو كالتحاد أي حاجة أو لأنه ما يعرفش المنتخب يعني هو أول مرة يشتغل ونتخب الكلام أنا عايز بس أسأل حضراتكم سؤال وهو لو جوا لك دلوقتي وقالوا لك يا كابتن أسامة أو يا كابتن عادل أو يا كابتن علاء اشتغل مع فيتوريا وإحنا أجبرنا فيتوريا وإشتغل هتردو آه طبعا هنردى هاردى طبعا طبعا كابتن علاء حق أوكي أنا كنت أقول لك فيتوريا مدرب نادي لأنه في الأخذ هو الراجل مش عايز فحضرتك لا الراجل مش عايز الراجل عمره مدرب منتخب لا هو قال أنا مش عايز لاحظة لاحظة أنا فهمك المدرب أنا وأنا بتعقد معاه فيتوريا أسألنا عرفه كويس عمره مدرب منتخب فيتوريا أول مرة في تاريخه يدرب منتخب هو مدرب نادي وليس مدرب زي ما عادل بيقول برضو أنت مصر أنت برضو أنت مش قليل أنت لازم برضو تبقى قوي في مفاوضاتك هو مش هتديله هتديله المفاوضات متفضلوا أنه يبقى في اسم كبير لا لا حتى لأيمن أنا مش بنكلم أيوة حتى لأيمن أنه بنتكلم عادل بيقول يعني حتى لو أيمن يعني حتى لو أيمن يعني حتى لو أيمن بس أيمن ومع واحد كبير بيقول أنه يفضل كمستمع لا ما ينفعش قول كده أساسي ما ينفعش طبعا أنت بلد مش قليلة فأنت تازم تبقى قوي في مفاوضاتك معاه لأنه إذا إحنا محتاجينه هو محتاجك أكتر هو برضو رجل عايز يعمل بيكسي بي بصبوط لا عايز يعمل بيكسي بي صحيح صحيح لا هو أول مرة يمسك منتخب دي مهمة جدا إحنا ليه قاعد ما هو تنزل في فلوس كتيرة جدا عشان هيمسك منتخب مصر هو مش فلوس كتيرة أو لحاجة أوكي لا فلوس متوسطة أقول لك لأ لأن أنا عارف كم بياخد كام ما هو المشكلة المشكلة أن الدينة صغيرة قوي وعارفين المدربين اللي بيشتغل حتى اللي جون مصر دولا ما إحنا عارفينهم ومرنا قصادهم وعشنا معاهم وعارفين كانوا بياخدوا كام يعني حضرتك كنت معا أن حد مدير فني أو مدرب مساعد صغير زي أيمن مثلا ومعا حد كبير طبعا عشان يشيلوا المنتخب لو إفرد الرجل ده قالك أنا يا جماعة مش جاي بكرة مراتي قالتلي لا ما فيش كده لأ ما بيحصل مش حصلت كتير لأ ما حصلت هولمان في نادي الأهلي هولمان سنة من قبل لا دي محلولة أن حد يجي بحد يجي بارتنيول لكن أنا بنتكلم في الفكرة نفسها أنه لازم جهاز منتخب مصر بقى فيه ناس مصريين تتكلم على حاجة أساسية على الأساس نفس لكن هو ده مش يعني هو لو مش بكرة يعني يجيب جهاز 100 مليون واحد ده 107 مليون هو عادل بيتكلم على أساسيات بغض النظر الظروف لكن هو بيكلم على الأساسيات كان يجيب أن يكون التفاوض أفضل من كده بالضبط الأساسيات بقوة مصر بقوة مصر عموما أنا برضو مع حضراتكم في هذا الكلام ونتمنى رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية وإن شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في خلال فترة أتروجي أنا بشكرك شكرا جزيلا أنا كابتن عادل شكرا جزيلا أنا بشكر حضراتكم بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله دي كانت حلقة طبعا نهاية الأسبوع إن شاء الله التقموا حضراتكم اليوم الحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير شكرا جزيلا